سيدات السادة السلام عليكم ورحمة الله النشرة الإخبارية من قناة العيون نبدأ بأبرز العنق صاحب الجلال الملك محمد السادس يترأس اليوم الخميس بالقصر الملكي بمراكش مجهسا للوزراء وسنتابع ضمن عرضنا الإخبارية دورة فبراير العادية للمجالس الجماعية لعدد من مدن الأقالم الجنوبي وفي النشرة أيضا نتوقف مع ختام أشغال الندوة الدولية للتواصل العمومي والترابي التي احتضنتها الداخل أهلا بكم من جديد نستهل عرضنا الإخبارية المفصل من مراكش حيث ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني أن صاحب الجلال الملك محمد السادس ترأس اليوم الخميس بالقصر الملكي بمراكش مجلسا للوزراء وفيما يلي بلاغ لنص البلاغ ترأس صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله يومه الخميس فاتح جمدى التانية 1440 هجرية الموافق 7 فبراير 2019 بالقصر الملكي بمراكش مجلسا وزاريا وفي بداية أشغال المجلس استفسار جلالة الملك حفظه الله السيد عبد القدر عمارة وزير جهيز النقل واللوجيستيك والماء حول نسبة ملء السدود بالمملكة حاليا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وقد أكد السيد عمارة أن معدل ملء السدود يبلغ حاليا ما يناهز 64% في حين تم تسجيل حوالي 39% خلال نفس الفترة من السنة الماضية اترى ذلك وخلال هذا المجلس الوزاري تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري ويخصان تطبيق أحكام القانون 1844 المتعلق بالخدمة العسكرية ويهدف المشروعان على التواري إلى تحديد كفيات إحصاء وانتقاء وإدماج مجندين للخدمة العسكرية والمسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة وتحديد مصطرة الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغارب المقيمين بالخارج وكذا إلى تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين والتعويض الخاص عن الأباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية والأجرى والتعويضات المقررة لمجال الرديف المعاد تجنيده وفي إطابة تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية أعطى جلالة الملك القائد العلا ورئيس أركان الحب العام للقوات المسلحة الملكية تعليماته السامية قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة ووفاء من المغرب بالتزاماته الجهوية والدولية وتوطيداً لعلاقات التعاون التي تجمعه بعدد من الدول الشقيقة والصديقة صادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية مدعومة بمشاريع قوانين ومن ضمن هذه الاتفاقيات ثلاثة متعددة الأطراف تتعلق على التوالي بإنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط وباحتضان وحدة التنصيق الإقليمي طبقاً للبلحق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وكذا بإنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية المتعلق بظنامج المستوطنات البشبية التابع للأمم المتحدة أما الاتفاقيات الثنائية الخمس فتهدف إلى توطيد العلاقات التنائية لبلادنا مع كل من بريطانيا العظمى وتخص نظام المداوس البريطانية في المغرب ومع جمهورية الهند وتشمل مجالات المساعدة القانونية في الميدان الجنائي والتعاون القانوني والقضاء في المواد المدنية والتجارية وكذا الخدمات الجوية وطبقاً لأحكام الفلس سعود وربعين من الدستور وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية تفضل جلالة الملك أعزا الله بتعين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية والمركزية وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الشؤون الخامجية والتعاون الدولي عين جلالة الملك مجموعة من الصفراء ويتعلق الأمر بكل من السيد أحمد رحو سفير لصاحب الجلالة لدى الاتحاد الأوروبي السيد حسان طارق سفير لصاحب الجلالة لدى الجمهورية التونسية السيد محمد البصري سفيراً لصاحب الجلالة لدى مملكة الأراضي المنخفضة غولندا السيد مصطفى بن خيي سفير لصاحب الجلالة لدى مملكة البحرين السيد إيمان وعديل سفيرة لصاحب الجلالة لدى جمهورية غانا السيد يوسف سلوي سفير لصاحب الجلالة لدى بورك نافاسو السيد عبد الفتاح للبار سفير لصاحب الجلالة لدى الولايات المتحدة المكسيكية السيد عبد الرحيم عتمون سفيراً لصاحب الجلالة لدى جمهورية بولونيا السيد محمد أشكالو سفين لصاحب الجلالة لدى جمهورية فنلندا وباقتراح من وئيس الحكومة ومن مبادرة من وزير الاقتصاد والمالية تفضل جلالة المالك بتعيين كل من السيدة دنيا تعارجي رئيسة لهيئة الإضافة الجماعية لصندوق الحسن الثاني لتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسيد عابد عمران مديرا عاما لصندوق إتمار الموارد والذي كان يحمل اسم الصندوق المغنبي للتنمية السياحية وباقتراح من رئيس الحكومة ومن مبادرة من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عين جلالة المالك سيد سيد محمد إدريسي ملياني مديرا عاما لوكالة التنمية الرقمية في موضوع آخر تم اليوم دفن الشاب أحمد سالم العروسي والمغيمة الذي قام بإضرام النار بنفسه بالمعبر الحدودي القرقرات يوم السبت الماضي بعد نقله إلى مستشفى بن روش بالدار البيضاء على متن سيارة إسعاف نظرا لخطورة حالته وسبق للشاب الثلاثيني والمنحدر من مدينة العيون أن أقدم على يحراق جسده بمعبر القرقرات في حدود الواحدة من زوال يوم السبت ثالث فبراير احتجاجاً الفين وتسعة عشر احتجاجاً على وضعه الاجتماعي داخل المعبر الحدودي عائلة الفقيد وخلال لقائها بقناة العيون طالبت بعدم تسيس القضية والمتاجرة بحالة اجتماعية صرفة عياد السرتي والصالح القيبي في المتابعة تعود فصول الواقعة إلى يوم الثالث من فبراير الجاري بالمعبر الحدودي القرقرات هناك وقع الحادث الأليم في الحين تجندت عناصر الوقاية المدنية مدعومة بأطقم طبية والسلطات المحلية ليتم نقل المصاب إلى المستشفى الجهوي بمدينة الدخلة بعد تلقي الإسعافات والتدخلات الجراحية الأولية تم نقله إلى المركز الاستشفائي ابن رشت بمدينة الدار البيضاء لاستكمال باقي العلاج قضاء الله وقدره شاء أن تسلم الروح إلى برئها صباحة يوم أمس اليوم والدة الفقيد وشقيقه وذوه يناشدون ذو القلوب الرحمة بالدعاء له بالرحمة والغفران نطلب من الناس كاملة الله إن شاء الله يرحموا نطلبوا منكم أن ترحموا عليه وتسمحوا له وحد هم ويعزينا الله يطول عماركم إن شاء الله وهم راح يتضار في حي العودة ومرحبوا سهل بجاب مولانا اللي يبغيه كاملة يطلب المولانا الرحمة وباقي في ندر خلق له وباقي في ندر وقدر له ولا وغينا حد يزايد عليه اللي يبغيه كاملة يرحم عليه ونسمحنا من الجميع اللي يعرفوا اللي ما يعرفوه عنه يرحم عليه ويطلب له الجنة والله يتجاوز عنه وشاء الله من راح يبدل له شبابه بالجنة عائلته المقايمة ما ظلدنا هذا توفى الله هو وليه برحمة الله موته مثلا ما يخاف على حد وأسبابها ما يخاف على حد ولنطلب من جميع معارف وناس وعائلات وجميع من يبقينا والله مثلا يبقي واسينا والله يبقي عازينا يرحم عليه الله يجازيه بخير ويرحم عليه ويلطف به إن شاء الله جثمان الراحل وري الثراء اليوم بجوار المشمولين برحمة الله من أفراد عائلته وأبناء عمومته بمقبرة عين تيسجراد ضواحي إقليم العيون رحم الله الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون في أخبار المجالس المنتخبة احتضنت قاعة الاجتماعات للجماعة الترابية للداخل انعقادة دورة العادية برسم شهر فبراير 2019 للمجلس الجماعي بحضور الأعضاء الدورة تضمنت نقاط من شأنها الرقيب المجال الحضري كما لامست اهتمامات الساكنة المحلية في المتابعة علي أحماميد ومحمد الدهس بعد درسة مشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية للداخل والمجلس الإقليمي لودي ذهب خلال هذه الدورة العادية لشهر فبراير 2019 والتي همت بالأساس مشاريع البنية التحتية المندرجة في إطار تأهل الحضري لمدينة الداخل صوت أعضاء المجلس بالأغلبية على هذه الاتفاقية التي من شأنها تعزز البنيات والمرافق سوسيواجتماعية بالجماعة كما تميزت هذه الدورة بالمصادقة على العديد من اتفاقية الشراكة بين المجلس وبلدية دول أجنبية وتهدف إلى تعزز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بأشغال المجلس هذه اتفاقية شراكة متفوتة كاينة توامات وكاينة على كل حال تبادل بعض الخبرات في إطار مناطق الخضرة دارينها مع كبك ودارينها مع ليونة الفرنسية وهي اتفاقية ثانية على كل حال اللي مع السينيقال اتفاقية شبه دولية داخلها في الممتحدة داخلها في ذاك الإطار داخلها في الممتحدة واتفاقية عامة وتوزع للأشكال الشكل على كل حال في إطار تجهيز المكاتب تجهيز السيارات واغلبيتها في البنية التحقيقية في القدرون في الرفصول هذا هو سنة توجهنا جدو الأعمال كان غني جدا باعتبار على أنه ضم فضلا عن برمجة الفائد حقيقي الميزانية كان أيضا يضم مجموعة متفاقية شراكة اللي تعزز موقع الجامعة التربية الداخل في إطار التعاون اللامركزي في بعده الوطني والدولي كانت اتفاقية مع مستقيم والذهب بخصوص تعزيز وإنجاز المينيات التحتية لمدينة الداخلة وهذه اتفاقية عندها الأهمية من كان كونها تلبي المجموعة من الكراهات التي تعيشها مدينة الداخلة وتأتي في إطار التعاون والتضامن بين الجامعات المكرسلها بموجب دستور في الـ 12 الدورة مرت في أجواء ملائمة كما تميزت بمشاركة المعارضة بالتصويت على بعض النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال والتي بحسبها عكست اهتمامات الساكنة المحلية دورة كالدوسفة جواء عادية جدا هناك عدد من اتفاقيات الشراكة والمعارضة بطبع الحال تعاملت بجابية جابية مع جميع النقاط ذات ملاحظات حول هذه الاتفاقيات وفي القالب احنا قد نصوت له ان شاء الله بالإجماع فيما يخص النقطة التالية هي نقطة البرمجة اللي قد نعارضها بطبيعة الحال لأنه في نظرنا لا تتسجيب للحاجيات الحقيقية دي الساكنة اتفاقيات فعلا عندها أهمية في طار المجهودات المبذولة من أجل إبرام اتفاقيات وتعبئة الموارد المالية من خلال الشراكات هذا مبدئيا احنا ما عدنا له أي مثلا تعرض الله اعتراض لكن كانت عندنا مواقف وكانت عندنا تحفوظات بشأن المشاريع التي تم برمجتها لأنها تم برمجتها من خلال بشكل ارتجالي وبشكل كان حسب ملاحظاتنا بهذا الأمر لأنها كانت تفتقد الاعتماد على التشاخيص وعلى دراسات توضح بالأساس الاحتياجات اللي يعاني منها المدينة واللي تشكل جوهر حاجيات الساكنة اتفاقيات وشراكة التي صدق عليها المجلس اتفاقيات من شأنها الارتقاء بالبنيات التحتية كما من شأنها تحسين الخدمات الاجتماعية للمواطنين لتحتتم أشغال الدورة برفع برقية ولا للسدة العالية بالله كما عقدت صباح اليوم عقدت صباح اليوم بمقر مجلس جماعة السمارة أشغل دورة فبراير العادية بحضور مكونات المجلس الجماعي ورؤساء المصالح الخارجية وعلى جدول أعمالها بحث عدد من المشاريع المهيكلة واتفاقيات للشراكة والتعاون لتجويد خدمات القطب الاجتماعي فضلا عن دراسة الدفتر التحملات الخاص بدعم الجمعيات المحلية روبرتاج ليوسف زعواطي ومبارك الباس حصر الميزانية وبرمجة فائض السنة المالية البالغ أزيد من أربعة ملايين وثمانمائة ألف درهم أولى النقاط على مداولات مجلس جماعة السمارة دعم الجمعيات وفق دليل دفتر تحملات ينظم معايير استفادة هيئات المجتمع المدني للدعم الممنوح من ميزانية الجماعة موضوع دراسة ومصادقة مكونات المجلس المصادقة همت أيضا اتفاقية حول التغيرات المناخية تؤطر حزمة تدخلات مهيكلة بين مجلس الجماعة والائتلاف المغربي للجماعات الترابية كما صادق تشغال الدورة على التعديل هيكلة وإدارة الجماعة مع تحديد اختصاصاتها وفق المستجدات المنصوص عليها بالمثاق الجماعي فيها عروض المنجزات ديال المجلس فيما يخص المشاريع الصغرى فيها حصر الميزانية وبرمجة الفائد وفيها عروض المناديب أندوب الصحة عن الحالة الصحية في المدينة وعرض الصناعة التقليدية الوضعية الصناعة التقليدية في المدينة كما ذلك وفيها ملتمسات وفيها اتفاقية اتفاقية مهمة اتفاقية مع الاتلاف الوطني للجماعات التي وقعنا معها اتفاقية شراكة والتي هذا الاتلاف يهتم بالمناخ التغيرات المناخية برنامج فيه مسائل موضوعية معروفة مهمة تعناه بتنمية المدينة تأهيل المدينة اشتغال الشباب خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة يعني خلقنا 53 مقاولات متوسطة في الشبال لأنه ديبرومات هذا شيء كبير جدا هذه سياسة الدولة وكذلك كان مستوى النقاش عالب اغلبية والمعارضة وفي العرض الاجتماعي تساءل تشغال الدورة عن مستوى الخدمات الاستشفائية المقدمة للساكنة مع توقيع اتفاقيات نحو تجويد حقيقيا للعرض الصحي بالاقليم كما توقفت مدولات المجلس عند سبل الدعم الكفيلة بتعزيز تموقع قطاع الصناعة التقليدية في عجلة النسيج رقمية تحديث كلي لمصارح الجماعة وفق نظم التدبير المعلوماتي بعد المجيء في 2013 وترحيب المجلس في مشروع تحديث وعصرنا تقسم الحالة المدنية هذا المشروع عرفه النجاح كبير الآن اليوم تستهدفنا بلدية السمارة في مشروع أكبر بكثير وهو تحديث وعصرنا جميع مصارح الجماعة والذي يعرف بعنوان إيواء النظم المعلوماتي والتدبير المعلوماتي لها إيبرجيمون وإنفوجيرانس تم تناول فيه الوضعية الوضعية البنية التحتية والوضعية الموارد البشرية والحراف المتميزة من مدينة السمارة وأيضا من حيث أيضا الخدمات التي تقدم لفائدات الحرفيين بالإقليم والإكرهات التي يعاني منها القطاع والتي هي طبعا إكرهات طفيفة والحلول المقترحة من أجل تواجز تجاوز هذه الإكرهات ومن طبعا من أجل الرقيب القطاع صنادق ديئي للأمام لدى مع كافة شركاء المحليين والوطنيين تطرقنا خلال هذه الكلمة إلى الحديث عن العرض الصحي بإقليم السمارة من خلال المؤسسات الصحية من خلال الموارد البشرية ومن خلال كذلك المعدات الطبية والتقنية التي يتوفر عليها المركز الديسيشفائي وكذلك المراكز الصحية تحدثنا كذلك عن يعني تحدثنا عن المشاكل والإكرهات التي يعرفها قطاع الصحة وتحدثنا عن المشاريع المبرمجة مستقبلا للمضي قدما مكونات مجلس جماعة السمارة صادقت في ختام أشغال مدولات دورة فبراير العادية على توجيه ملتمسات للدوائر المركزية حول التعجيل بأشغال بناء الكلية واقتراح شعب تتلاءم وسوق الشغل فضلا عن التذكير بملتمس تحويل أجرة الانعاش الوطني الخاصة بالمتوفين إلى ذوي الحقوق بدوره عقد المجلس الجماعي لمدينة المرصع أشغال دورته العادية لشهر فبراير وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة مجموعة من النقاط المرتبطة بيشانية تنموي للجماعة تفاصيل أوفا مع محمد الفيرس وعبدالله المحمود مدينة المرصع من بين أهم التجمعات الحضرية بجهة العيون الساكة الحمراء وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة نموا ديمغرافيا متسارعا لكن يسجل خصاص ملحوظ بالنسبة للقطاع الصحي خصوصا على مستوى العنصر البشري الموهل وضمن هذا السياق استأثرت نقطة مشروع ملحق الاتفاقية المبرمة بين المجلس الجماعي للمرصى والمندوبية الجهوية للصحة بالعيون المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية بالمركز الصحي المحلي استأثرت باهتمام أعضاء المجلس خلال أشغال دورة فبرايرا العادية بحضور المسؤول الأول عن القطاع الصحي جهويا الساكنة ديال مدينة المرصى تعاني من هذه النقطة الأساسية اللي هي ديال الصحة ونظرا للمنطقة الصناعية ونظرا للميناء الصيد البحري والمعامل المتواجدة في أراضي الجماعة عندنا الاقتضاء قبالها فهذا الشي ديال الصحة نحنا قلنا للمشاكل اللي نعانو منها بالنسبة للمركز وهو كيف بدأ العمل ديال في جهة العيون وقال لنا وعدنا بإذن الله أنه لا يتم جميع المشاكل يفتح جميع المشاكل تدولنا فيه موضوع ملحق الاتفاق شركة بين المجلس الجماعي والمديرية الجهوية للصحة بالجهة اللي تم فيها الاتفاق على أن الجماعة تقوم بتعيين طبيبين وتنات ممردين في إطار الاتفاقي في إطار الكونتراكتياليزازيون وهذا من أجل توسيع العرض الصحي وتلبية طلبات السكينة الجماعة في إطار توفير الظروف الملائمة للاستقرار والصهر على راحة المواطنين بالمدينة تم خلال هذه الدورة دراسة مشروع تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والخدماتية وكذا دراسة مشروع تنظيم السير والجولان بالإضافة إلى دراسة دفتر التحملات الخاص بعملية جر العربات وهمت هذه النقط تنظيم عمل عدد من القطاعات الخدماتية والصناعية بالمدينة وتدبير مجال السير والجولان في إطار التفاعل مع الشكايات المقدمة من المواطنين وبهدف تحقيق الجودة والفعالية في المشاريع الثقافية والرياضية بالمدينة تم دراسة الأنظيمة الداخلية لمكتبة الوسائطية والقاعة المغطات والملعب البلدي النقط التي شرنا عليها هي على أن الشاحنة النقل الصيد عيننا لها مكان لتعود مضبوطة فيه شخصيا عن إجعاج الساكنة هنا داخل المدينة كانت عندها شي من مشكل ولكن من الآن فساعدا إن شاء الله عيننا لها المكان مخصص لها بالضبط بصفة نهائية التنظيم القطاع الحيرفين سيكون كامل خاص في منطقة حيرفية ويكون كل شي في منطقة خاصة الحيرفين وهذا بناء على عدة شكايات التي جاءت من الساكنة بالنسبة التنظيم السير والجوال كما تعرف أنه كان عدة شكايات وصلنا بها من عند الساكنة بالنسبة للشاحنات بالنسبة الأماكن المخصصة للشاحنات نحن حاولنا أننا هذا النظام للسير والجوال التي جاءت توصيات بعدما خرجت لجنة مرأسة الجماعة وفيها أعضاء من المفوضية للأمن وفيها الوقاية المدنية وفيها التجهيز والنقب أخذ عدة ملاحظات وعدة قرارات التي صادق عليها المجلس والذي يبدأ تطبيق للإنساء ورحمة سيبتد من أسبوع الجنة الجانب الإداري والمالي حظي هو الآخر باهتمام أعضاء المجلس الجماعي للمرصى ضمن أشغال الدورة العادية بحيث نقشت نقطة تعديل القرار المنظم لمصارح الجماعة وتوزيع المنح على الجمعيات وعرض نتائج السنة المالية 2018 بالإضافة إلى برمجة فائض الميزانية لسنة ذاتها والذي خصص لتعزيز المصاري التنموي المحلي وإنجاز عدد من المشاريع ذات الوقع الإيجابي تم تحقيق فائض مهم لسنة 2018 وهذا الفائض تم برمجة في عدة برامج ومشاريع مهمة للساكنة مما فيها بناء مقبرة عصرية تستجيب لجميع الشروط المقابل العصرية أيضا بين المشاريع المملي لبرمجة هذا الفائض بناء ملاعب القرب بناء الساحات وأيضا تجديد طول الطريق الرابط الرابط مبين الجماعة المرسى في الطريق بوجدو وفي ختام أشغال الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس الجماعي للمرسى تمت المسادقة بالإجماع على مجمل نقط المدرجة في جدول الأعمال الدورة العادية لسنة 2019 تميزت بالمسادقة على عدد من النقط والمواضيع الهادفة إلى التدبير الأنجع لشأن المحلي اعتبارا لهمية مدينة المرسى الاقتصادية والصناعية على مستوى إقليم العيون نبقى في أشانية تنموية حيث شكل تقديم إنجاز المشاريع المدرجة ضمن الاتفاقيات الخاصة بعقد برنامج التنمية المندمجة لجهة إقليم وأذنون موضوع هذا اللقاء الموسع الذي تقدمه عامل إقليم سيدي إفني بحضور كل أطياف المنظومة المحلية والمصالح المتدخلة في إنجاز هذه البرامج لقاع يأتي لتتبع إنجاز مضامين اتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج للتمية السياحية القروية والطبيعية بالجهة وكذا خلق أحزمة خضراء حال المراكز الكبرى بالجهة بالإضافة إلى المشاريع المدرجة ضمن برنامج تقيس الفوارق اجتماعية والمجالية بالعالم القروي اللقاء شكل أيضا فرصة لاستعراض بعض الكراهات وسبل تجاوز بعض صعوبات التنزيل في موضوع آخر اختتمت بالداخل اشغال وندوة الدولية حول التواصل العمومي والترابي التي انطلقت تحت شعار استشراف رهانات جديدة للمواطنة العدوى شارك فيها خبراء وطنيون ودوليون واعتقلتها جلسات وندوات المزيد عن الجلسة الختامية في روبرطاج التالي مع العلي حميميد ومحمد يدس هي الجلسة الختامية للندوة الدولية التي تمحورت حول موضوع التواصل العمومي والمواطنة التراثل من الخبراء في مجال علوم الإعلام والتواصل وتخللتها محاضرات علمية ورشات تواصلت على مدى ثلاثة أيام وخالصت للخروج بالتوصيات تمثلت بالأساس في أحداث هذه الآلية لمواكبة تنزيل الجهوية الموسعة ومواكبة الجهات في بلورة استراتيجية تواصلية في اختتام هذا الملتقى العلمي حول التواصل العمومي والترابي قد تطرق الأساتدى والمختصون في هذا المجال كل ما يتعلق بالتراب والمجال العمومي كل ما يتعلق بالحكامة والموروط التقافي كما درس الباحثون تسويق صورة المجالات الترابية وتحليل خطابات الفاعلين في المجال الترابي كيف مشفتوا بينهما هذا المدوى يجتمع فيها تقريبا 81 باحث من فرنسا من تونس من المغرب ومن دول أخرى والهدف هو أنه كيف يمكن اليوم للتواصل أن يكون واحدة آلية لمواكبة تنزيل الجهوية الموسعى وكذلك لمواكبة الجهات مثلا في بلوارات استراتيجية تواصلية الندوى شكلت فرصة للباحثين والخبراء الأجانب والمغاربة في هذا المجال الدراسة والتباحث حول دور التواصل الترابي في تسهيل تبادل المعلومات وتعزيز روابط الاشتماعية داخل الجماعة الترابية لدينا خبرات تتجاوز الأربعين سنة في مجال التواصل العمومي والترابي ومن المهم أيضا تنظيم مثل هذه الندوات لتبادل الخبرات مع نظرائنا المغاربة أعتقد أنها مسألة هامة ستساهم فيه التطور التواصلي في كل مهنة لتسهيل لتسهيل مشروع التواصل العمومي والترابي مشروع سيؤهل لمحل التواصل العمومي من خلال تزويد الإدارات بكفاءة مهنية قادرة على دعم البرامج القطاعية للإصلاح الإداري وإنشاء جهاز تواصل فعال يضمن فتاح الإدارة على المواطن والمجتمع ورپورتاج ونشر من أسا الزاق ويستعرض تجربة تعاونيات نسائية محلية تختص في نسيج الزراب التغليدية نسيج استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وهو من عكس إجابا على التجربة الحرفية والقائمات عليها حافظ محضار محمد تروزي وجمال الخصاص ومعه التفاصيل قاعة عرض متجات الصناعة التقليدية فضاء عمومي بقلب مدينة آسة يتيح لعديد التنظيمات المهنية التعاونية فرصة عرض المتجات الحرفية كما هو الحال بالنسبة لتعاونية تيسير للنسيج الزراب التي قطعت اليوم أشواط مهمة في مصار هذا الصنف من الصناعة التقليدية والتي تتطلب مهارة وحينكة وإبداع لا متنهي من نسوة حبكت أناملهن أرواع تشكيلات الأفرشة المستوحات من خصوصيات محلية نحن نجيب الصف ونغسله ونحله ونصوبه بسميسو القشا ونصوبه ونصوبه ونبرمه ونصبغه 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 ونصبغ الزرابين والحمد لله كان لقبال الحمد لله نصوب الزرابة ونبيعهم استفدنا بفضل المبادرة الوطنية نبيع الزرابة وندخلوا فيهم المنتج وخدام الحمد لله مستفدين فيهم بزاك نساء هذه التعاونية كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من الهيئات الحرفية المحلية استهدفتهم تدخلات برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث استفاد هذا النسيج من دعم ساهم في تأمين المادة الأولية وكذا معدات الاشتغال التي تعد حلقة أساسية في إنجاح هذه التجارب التعاونية بهذه المنطقة تجارب التعاونية أبدعت في تنمية قطاع الصناعات التقليدية التقليدية المحلية وخاصة النسيج الزرابي المنتوج الذي بات يسوق في أهم المعارض الجهوية منها وكذا الوطنية ومن نسيج الزرابي إلى نسيج الخبر نتوقف لحظة مع قراءة في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس في قراءة للزميل محمد لمي القارب نستهل قراءتنا لجديد الصحف في الصادرة يوم غدنا الجمعة من يومية الأخبار وكتبت بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطا ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمسنا الأربعاء بواشنطن سبل توسيع التعاون الثنائي بشأن القضايا الإقليمية مؤكدين على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بلادينو أن المسؤولين جددا خلال هذا الاجتماع التأكيد على الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وبحثا فرصة توسيع التعاون بشأن القضايا الإقليمية وأكد بلادينو أن رئيس الدبلوماسية الأمريكية نوها بالمشاركة البناءة للمغرب في المحادثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء معربا عن شكره للمملكة على جهودها الحازمة في مكافحة التأثير الإيراني المدرب المنطقة يومية الأحداث المغربية كتبت في عددها الصادر يوم غد الجمعة أن وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو أعرب عن شكره للمغرب على دعمه لرئيس فينزويلا بالنياب خوانغ وايديو كما عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن شكرها للمغرب على جهوده لمواجهة الإرهاب والتأثير الإيراني في المنطقة وأشار نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن بومبيو وبوريطا تطرقا للمؤتمر الوزاري القادم حول تعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط مؤكدين أن هذا الاجتماع سيكون خطوة مهمة نحو بناء إطار أمني أقوى بالنسبة لهذا الجزء من العالم صحيفة هيسبريسا الإلكترونية كتبت أبلغت بعثة الأمم المتحدة المتواجدة بالصحراء المينورسو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بتوصلها بتهديدات من طرف محسوبين على جبهة البوليساريو تهدد سلامة أعضاء البعثة وقيامهم بمهامهم في أجواء المتحدة بعد انتشار التدوينات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي متعاطفة مع جبهة البوليساريو تحرد على القيام بأعمال عنف ضد أعداء البعثة الأممية وأوضحت بعثة المينورسو في رسالتها أن استهدافها بمثل هذه التدوينات الخطيرة هو بمثابة تحريض على الإرهاب كما قامت البعثة بتوجيه استفسارات إلى نشطاء البوليساريو حول أسباب نشر هذه المضامين الحاقدة على القبعات الزرق يومية المساء كتبت في عددها الصادر يوم غدنا الجمعة بعد الأحداث التي عاشها خلال الأشهر الماضية التجار المغاربة وأصحاب الشاحنات التي تنقل السلع من المغرب في اتجاه عدد من الدول الإفريقية طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب رئيس الحكومة بالبحث عن إحداث معبر حدودي جديد إلى جانب معبر القرقلات وذكرت الأحداث المغربية اعتبر المصدر ذاته في سؤال مكتوب إلى رئيس الحكومة أن إحداث معبر حدودي ثاني نحو إفريقيا يحظى بالأولوية والأهمية المطلقتين خاصة أن شساعة الحدود الجنوبية مع موريتانيا تعطي مجالا مريحا لاختيار المسلك المناسب تقلت إلى رحمة الله تعالى الغوالي منت البشير والمتبعة عن سن تناهز 96 عاما الفقيدة تنتمي لقبيلة زرقيين شتوكا كما التحقت من رفيق الأعلى المرحومة نيتا منت حمادي والحماد أو حماد والعبيد عن سن تناهز 84 عاما الفقيدة تنتمي لقبيلة ايتوسا ايت ادر وعن سن تناهز 75 عاما تقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة ساركة منت البرابط الساركة منت البرابط الفقيدة تنتمي لقبيلة ايتوسا كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى الفقيدة غلانة منت بيريك والمحمد والمحمد عن سن تناهز 68 عاما الفقيدة تنتمي لقبيلة ايت الحسن ايت بومقوت تغمض الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جنانه والهم ذويهم الصبر وسلوان وانا لله وانا اليه راجعون اللحظة إلى الورقة الخاصة بأحوال التقس غدا ان شاء الله بمدن الجنوبية تقس مستقر على العموم بمجموع جهات المنطقة درجات الحرارة 17 مرتقبة بالرباط وباقي المناطق ستكون درجات الحرارة متبايد 22 بسيدي إفني وكذلك أس 27 بالطرفاية و 25 بالطنطان 21 بالزاك 26 بقليم 24 بالسمارة 24 كذلك ببقراء و28 مرتقبة ببوشدور 21 منتظرة بقلت الزمور 24 بمدريقة 25 بالداخلة 26 بأوسرد 27 مرتقبة بلقويرة حالة البحر وعلو الموج على الساحل الأطلسي الجنوبي سيكون البحر قليل الهاجان وستراوح ما بين متر إلى مترين شروق الشمس على الساعة 48 والغروب على الساعة 37 دقيقة حالة وطقس ببعض المدن والعواصم 32 بالعاصمة الموريتانية واكشوت 31 بنواذب 23 بالزويرات وكذلك 22 منتظرة بيتندوف ولمن فاتتهم مضامين هذه النشرة إليكم أبرز العنوي صاحب والجلال الملك محمد السادس يتراص اليوم الخميس بالقصر الملكي بمراكش مجلس للوزراء تابعنا تابعنا ضمن عرضنا الإخباري دورة فبراير العادية للمجالس الجماعية لعدد من مدن الأقاليم الجنوبية وفي النشرة هذه الليلة وقفنا أيضا مع ختام أشغال ندوة الدولية للتواصل العمومي والترابي التي احتضنتها مدينة الداخل تهت النشرة الإخبارية السلام عليكم ورحمة الله